جددت كتلة نينوى الموحدة تأكيدها عدم شرعية وقانونية إجراءات انتخاب واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في محافظة نينوى عضو المجلس عن كتلة نينوى الموحدة أحمد العبدربو قال إن الإجراءات مخالفة للقانون والدستور واصفا موضوع استبدال رؤساء الوحدات الإدارية بالعقبة التي تعرقل طريق الإعمار في نينوى مرحبا في الوقت عينه بدعوة محافظ نينوى والي الحوار مع الكتلة السياسية من أجل الخروج من الأزمة الحالية